مقارنة يوتيوبر الحلقة الثانية حلقتنا اليوم ستكون نسائية خالصة ما بين يوتيوبرين بنات سوريات المنافس الأول بيسان اسماعيل أتوقع أغلبكم يعرفها يوتيوبر عندها 5 ملايين ونصف مشترك المنافس الثاني نارين بيوتي واللي هي واحدة من أكبر اليوتيوبر عندها 9 ملايين مشترك تقريبا كافة حلقة صابقة طبعا عن مقارنة يوتيوبر اللي حبي يعرف كيف فكرة المقارنة يروح لها ولكنها حشرحها بشكل بسيط أبارعك وخمس نقاط هذه الخمس نقاط راح تتوزع على نارين وعلى بيسان بخمس أمور راح تعرفوها بالحلقة فخليكم ويانا ويلا نجيب أول شي النقطة الأولى الالتزام نبدأ ببيسان اسماعيل ما دري صراحة إذا هي تعرف هذه النقطة لأنه أساسا هي مش كثير ملتزمة باليوتيوب يعني آخر شهر تقريب إليها باليوتيوب ما منزلة غير خمس مقاطع وغير هالخمس مقاطع اللي منزلتها هي أساسا نقطع كثير عن اليوتيوب يعني تجي أشهر ما تنزل يعني أما بالنسبة نارين بيوتي فلو كانت مقارنة ما بين أختها ونبيسان كان ممكن نقول أكو منافسة ولكن نارين بيوتي متزمة كثير باليوتيوب صحيح آخر شهر لحصائيات ما تقريبا من بيسان ولكن إنه هي دائما ما تقطع على اليوتيوب ودائما تنزل عكس بيسان لتقطع كثير صراحة فهذه النقطة حتروح عن نارين بيوتي النقطة الثانية واللي هي الشخصية صراحة هذه النقطة تختلف من شخص إلى شخص على حسب عمره من هالكلام نبدأ بنارين بيوتي نارين بيوتي نقدر نقول إنه شخصيتها موجهة للأطفال يعني دائما سوي حركات غريبة يعني هي حركات مصطنعة ألم تقدر تجذب الأطفال وفعلا ناجحة بهذا الشيء عكس بيسان لإسماعي اللي تطعب شخصيتها العادية على اليوتيوب ما تحسى كثير تجذب الأطفال ممكن لو أنسيل هذا السؤال قبل خمس سنوات يعني ما كنت صغير ممكن أقول إنه نارين بيوتي شخصيتها أفضل ولكن في الوقت الحالي بيسان ما تصنع فأنا أشوف صراحة شخصيتها أفضل فهذه النقطة حضر بيسان اسماعي النقطة اللي بعدها واللي هي الأغاني أغاني كثير أتوقع سمعنا عن نارين بيسان ولكن بيسان تتفوقها بشكل كبير صحيح نارين عد أكثر من أغنية وأغنية صراحة تنجابها مشاهدات كثير خرافية ولكن هذا الشيء لا يعني إنه هغانيها خرافية لأن أغلبها تستخدم فيها أوتاتون عاكس بيسان صراحة بيسان صوتها جدا خرافي وجدا رائع وعدها موهبة يعني ما تستخدم تغيرات بالصوت فهذه النقطة بلا شكل حتروح البيسان اسماعي النقطة اللي بعدها اللي هي جودة المحتوى شوفوا لي هذه الصور هذه الصور يوتيوبر عند خمس ملايين يستخدمها للصور مصغرة وخلينا نركز على هذه الصورة اللي هي أصلها من الإنستغرام صورة منزهتها من الإنستغرام أخذتها وسوتها صورة مصغرة صراحة بيسان لا تتعب كثير بالفيديوهات سواء بالمونتاج أو بغير هذه الأشياء عاكس نارين بيوتي نارين بيوتي صحيح معتوها مش شيء خرافي ولكن دائما تحس انه مقاطعها متعب عليها سواء بالأفكار سواء بالمونتاج سواء بصور مصغرة فهذه النقطة بلا شكل حتروح نارين بيوتي النقطة الخامسة والأخيرة هي حب المتابعين أكيد متابعيهم حبوهم اثنيناتهم ولما كانوا وصلوا لهذا النجاح اللي هم بي ولكن بيسان نقدر نقول عادها شوية كارهين أكثر على كلها عمود ثبتوا لهذا الشيء كتبوا لي بالكومنتاج منه تحبون أكثر أو يعني متابعين اللي آن يتابعوني يشوفون منه أكثر يعني يحبون بيسان أو نارين بيوتي آخر شيء واللي هي فقرة آراء المتابعين فقرة هاي الجديدة هح نبديها واللي هي الطب منكم بالمتدى التطوني رأيكم بهذا اليوتيوبر اللي حنسوي بياناته مقارنة فإذا حابين انه تشاركون بالمخاطع القادمة تروحون بالمتدى وتتابعوني يعني مو تعرفون يعني من فترة فترة أسوي هذا الاشي طبعا المشكلة اللي صارت واللي هو لما نزلت هذه البوست واللي سألت وقلت لكم بيسان ومقارنة تحطيك بها تصويت والمشكلة الأغلب اهتم بالتصويت ونصى الموضوع الأساسي واللي هو رأيكم بيسان ونارين ولكن خلنقر بعض التعليقات التعليق الأول يقول بيسان أحلى إذا قارننا صراحة بالجمال ممكن صراحة أفضل بيسان ولكن هي مختلفة يعني تختلف الآراء يعني مثل هادش بنت تقول أكيد نارين أحلى التعليق اللي بادي يقول نارين أكيد بس ما قال السبب اللي بادي يقول أكيد بيسان أجمل وكل إشي حتى نارين كل مخاطحة يعني تمثيل معادة حركات عفوية مثل بيسان صراحة أنا أتفق مع نفس النقطة اللي قلتها بشخصية هو قالها أنه يعني بيسان على طبيعتها التعليق اللي بادي يقول نارين تتعب على الفيديوهات بيسان لا تنزل أي من المكان أحس هذا إنه تقريبا نقدر نقول يعني لخص جودة المحتوى والالتزام ولكن استغربت صراحة ما حتى تكلم عن نقطة الأغاني يعني بالكومنتات ما دي صراحة يعني كتبوني تبني تفضلون على كل اللي هنا وصلنا هذي الحقيقات ماذا تحطوا اللايك وتشتركوا برقاءات إذا حابين نزلوكم مخاطر أكثر وبشكل يومي يعني وبس والله مشانوكم فهد الزين من قناة مملكة الخصص ولا تنسون تكتبوا لي منو حابين انسوا بيناتهم مقارنة بالكومنتات